القلوب أربعة قلب أجرد الأجرد هو الخالي من الكدر هو الخالي من الكدر ليس فيه غل ولا غش ليس فيه غل ولا غش قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا والمصود بالغش أن يخالف الظاهر الباطن فيترتب على ذلك حصول الضرر بالمسلمين يترتب على ذلك حصول الضرر بالمسلمين هذا قد يكون في المدة وقد يكون في المعنى قد يكون في المدة إنه يظهر بضاعه ويخفي أخرى فيكون في ذلك غشي للمسلمين كما يحدث أحيانا يجيب لك مثلا خيار يحط عليه مثلا سبعة جنيه تروح تشتري منه لك لا الخيار ده ده مش بسبعة جنيه الخيار ده ب13 جنيه أو سبعة جنيه لو هدا ده بتاع البط الخيار بتاع البط ده بسبعة جنيه طبعا انت كاتب سبعة جنيه هذا غش غش مدي الأخطر منه الغش المعنوي الذي فيه إلحاق الضرر بالغير في إلحاق الضرر بالغير وأساسه الحسد أو الحقد ما الفارق بين الحسد والحقد الحقد حسد مدفون مكتوم الحقود بيبقى حاسد بس مش قادر ينفس عن الحسد بتاعه فبيكتم الحسد هينفجر فيترتب عن شدة الحسد المكتوم هذا الحقد واحد مثلا زعلان من واحد أرفان منه نفسه يود في داهي نفسه يود في داهي فيقول له الحوال في مصر متأزمة ونفسها اشتغل اعمل حاجة للعيال والبتاع يقول له عليك برواندا رواندا دي ما شاء الله بيده هناك المرتبات بالدهب بيستخرجوا الدهب من المناجم وبعدين ما بيدوش بقى زينا كده يدوك مثلا مقطف دهب مقطفين تصور بقى اذا ممكن تجيب لك في السنة نص طن دهب يا حج رض احسن من كل مأولات المنصور الراجل بقى يقول بقى ما شاء الله خمسمائة كيلو دهب كيلو دهب مثلا بنص مليون جنيه يبقى ما شاء الله تاكفيني سنة واحدة بس في خرواندا هناك حرب اهلية بين قبائل رواندا وهؤلاء القوم ربما عندهم عقدة من اصحاب البشرة البيضاء ماشي الراجل يوصل ينزل من المطار يمشي في الشارع ياخد رصاصة ويموت ويرجع في زندوق اذا انا نصحت ولا غشيته غشيته هذا غش هذا غش هذا قلب فاسد مليء بالكدر ولهذا اهل الجنة ينظف الله تعالى قلوبهم من هذه الاكدار قال الله ونزعنا ما في قلوبهم من غل من غل لان الاخوة تقتضي عدم وجود الاكدار دا الاخوة واهل الجنة في الجنة اخوانا وطبعا اخوان في الجنة مش معناها حاجة تانية لان بعض الناس الاية دي كلمة اخوان في الاية ولا حديث ما عنديش بيقولها خالص دا شرى ربنا سبحانه وتعالى فمقتضى الاخوة ان تكون القلوب صافية دا مقتضى الاخوة تقولتلك قبل كده ان الاخ يقابل اخاه فيقول له غبت بك عني فظننت انك اني تنت انا وانا انت هل هناك اخوة اعظم من ذلك اني بانا انت وانت انا ولذلك سمى ربنا عز وجل الاخر من المؤمن نفسك يا ايها الذين امنوا اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم يبا ربنا عز وجل سمى اخوك المسلم ايه نفسك يبا انت نفسي وانا نفسك اذا كلنا اخوة يبا كلنا نفس واحدة ليس المرصود فسلموا على انفسكم يعني اقول السلام علي ولكن بقول السلام عليكم لهم المؤمنين الموجودين فانظر الى ذلك المعنى فالقلب الاجرد هو القلب الخالي من الاكدار لفي حقد ولفي حسد ولفي غل ولفي كبر ولفي عجب ما شاء الله لقوة الا بالله بعض الناس اخواني قلوبهم كأنها اناء من الزجاج خلي بالك قلب يؤعي قصر قلب يؤعي قصر عنده اعتزاز شديد جدا بنفسه هذه خل من خلال الجاهلية لو قرأنا الشعر العربي في الجاهلية هنجد جزء اساسي في هذا الشعر مخصص لماذا للفخر الفخر ده قائم على ما على الكبر والعجب الفخر فالفخر ده موجود في الشعر الجاهل حاجة اساسية يبقى لوحد يأخذ في الاول على اطلال بعدما يأخذ على اطلال يوصف الخمرة وبعدين بعد كده لو راكب فرس يوصفه راكب جمل يوصفه بعد كده يبدأ انه هو لو كان له بقى بطولات كان بيعمل ايه في المعركة وفي الاعداء وكان بيعمل ايه في ايه وازاي كان بيصطدم وازاي بيجر الفرس منه وازاي بيمسك ده كله في الشعر سبحان الله هناك بعض الناس الى الان يبقى اخ او اخت ده في الرجال والنساء تسننوا وتسنن ومع ذلك لازال الفخر ملازما قلوبهم وقلوبهن يبقى حاسس انه حاجة هذا الامر امر صعب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التواضع في اهل الغنم والكبر في اهل ماذا الابل لان الابل دايما شمخ براسها كده والبتاع سبحان الله فلابد الانسان ان يراعي قلبه القلب ده كالمزرع اذا تركت قلبك دون رعاية فسد ذلك القلب المعاني الفاسدة تنبت في قلبك بتسيبها تكبر المعاني الفاسدة دي كالاول سهلة يمكن ان تقتلعها بسهولة عندما تتركها تصبح هذه المعاني كالشجر العظيم الذي يصعب قلعه يبقى اول حاجة القلب الاجرد القلب الاجرد القلب الاجرد باختصار هو على اصل فطرته لذاك انا لما بعض الاخوة حقيقة بغبطهم على قلوبهم وبينوا بالنفس اقول الاخوة تهيت احسن عند الله من ام من مثلي لانه في اعتقادي ان قلوبهم نظيفة جدا لانها اقرب الى الفطرة احنا مرسنا الحياة وتحطينا في مواقف البتاع اصبحنا بنفكر كتير وقلوبنا تغيرت فيه هناك ناس الان قلوبهم اقرب الى الفطرة الى الان فهذا هو القلب الاجرد فالقلب الاجرد فيه مثل السراج يزهر يزهر ايه لا لا يبقى القلب ده كأن فيه سراج يتلأ لا فهو منير لصاحبه وصاحبه لا يتحرك الا على هداية ونور ده اول نوع لصاحبه 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 لصاحبه